اهلا بكم في هذا الاسبوع نبدأ جولة الاخبار من جنيف حيث جرى الاثنين افتتاح الدورة العادية السابعة والخمسين لمجلس حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة برئاسة المغرب وترأس الجلسة الافتتاحية السفير عمر زنيبر الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف ورئيس الحالي لمجلس حقوق الانسان برسم سنة الفين واربعة وعشرين وفي جلسة مناقشة عامة ضمن اشغال الدورة السابعة والخمسين جددت نحو اربعين دولة تأكيد دعمها لسيادة المغرب الكاملة على صحرائه من جهة اخرى جددت المملكة المغربية دعوتها لوقف فوري ودائم لاطلاق النار في قطاع غزة وبوريطا يمثل المملكة بالقاهرة حل وزير شؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا أثرت بالقاهرة للمشاركة في اجتماع الدورة المئة والتانية والستين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية وبهذه المناسبة شارك بوريطا في اجتماع لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري واجتماع للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة الإجراءات والسياسات الإسرائيلية غير القانونية بالقدس المحتلة من جهة اخرى عقد بوريطا لقاءات ثنائية ابرزها لقاؤه بنظيره المصري بدر عبدالعاطي والبرلمان يحتضر اجتماعا رفيعا انعقدت أشغال الاجتماع الثاني والخمسين للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالرباط واحتضن مجلس النواب يومي ثلثة والأربعاء أشغال الاجتماع الذي تمت خلاله الإشادة بالأهمية التي يوليها المغرب بقيادة الملك محمد السادس للتعاون الإسلامي ويضم اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أربعة وخمسين برلمانا عضوا ويهدف إلى التعريف بسمو التعاليم الإسلامية وتوفير إطار للتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات البرلمانية ومناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وأخ النوش يتبحث مع أمين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش بحر الأسبوع برباط مباحثات مع الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ماتياس كورمان وشكلت هذه المباحثات مناسبة للإعلان عن اختتام البرنامج القطري الثاني بين المملكة والمنظمة الدولية كما كانت فرصة لتسليط الضوء على الإصلاحات الهيكلية التي تباشرها المملكة وقتل ومفقودون جراء الأمطار القوية بعدة أقاليم سجلت وزارة الداخلية 18 حالة وفاة إضافة إلى أشخاص آخرين في عداد المفقودين جراء الأمطار الرعدية الجد القوية التي عرفها عدد من أقاليم وعمالات المملكة نهاية الأسبوع الماضي ووفق معطيات الوزارة فإن حالات الوفيات سجلت بأقاليم تاطات غير الراشدية تزنيت وترودانت وجدر القرادة يصل المغرب أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الخميس تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمرض جدر القرادة أمبوكس بالمملكة وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه تم اكتشاف الحالة ضمن البروتوكول الصحي المعتمد منذ بدء الإنذار الصحي العالمي لافتة إلى أن الشخص المصاب خضع للرعاية الصحية اللازمة بأحد المراكز الطبية المتخصصة بمدينة مراكش وأن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق وإلى مستجدات الدعم الاجتماعي المباشر كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس استفادة أكثر من 431 ألف أرملة من الدعم الاجتماعي المباشر تعيل 158 ألف طفل بالوسطين الحضري والقروي وأبرز بيتاس خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن تفعيل البرنامج الملكي مكن الأرملة حاضنة وغير حاضنة من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر الذي حُدد في 500 درهم كحد أدنى موضحا أن هذه التعويضات سترتفع بشكل تدريجي سنويا من أجل الوصول إلى 400 درهم كتعويض عن كل طفل في أفق سنة 2026 والختم رياضي بالبطولة الوطنية الاحترافية ودور أبطال إفريقيا تنطلق اليوم السبت أطوار الجولة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية بمبارتين همتين ويستقبل فريق الوداد الرياضي على أرضية ملعب العرب الزاولي بالدار البيضاء مساء فريق المغرب التطواني أما المباراة الثانية فتجمع الاتحاد الرياضي التوارقي بالمغرب الفاسي بمدينة فاس وإلى دور أبطال إفريقيا حتى فريق الرجاء الرياضي الرحالة بغانا لمواجهة فريق سامار تيكس غدا الأحد ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني لدور أبطال إفريقيا ويسعى الفريق الأخضر إلى العودة إلى أرض الوطن بنتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة الإياب واضعا عينه على التأهل إلى دور المجموعات شكرا على المتابعة إلى اللقاء